كيف تفعله؟ انت بتفعله؟ انت بتفعله؟ لا تجد حاجة يعني إذا مستمت عليها هل تبصرها لأني واما فكاذا تحترمني؟ انا ببصرت لا إنت ببصت لها بقصت لها تبصت لها تحت ايه انها تقفل في مجينة تعملوا؟ ايه انها تعملوا؟ بنت انت مجنونة لا بنيك انت جزمي طبيعي انت مظلعا لها تحترمني انثى قيلا ببصتش؟ لاي بصيت لها أشوفتك خليت لها نفسك دي راسة أولى السلام عليكم النهاردة حلقة جديدة من برنامج يا أنا ينتي مع نانسي المغربي وأحمد الدسوئي لا تنسوش أننا تيم تيم أحمد الدسوئي ونانسي المغربي ومستنين رأيكم في الكومنتات على فكرة النهاردة يا نانسي أنا محضر لك شوية أسئلة عايزك تجاودي عليهم بمنتهى الصراحة ومش كنانسي كأي بنت ممكن تتحط في الموقف ده يلا أنا جاهزة أول سؤال محيرني الميكب ليه لازم لما بينزلوا لازم الميكب الفكرة محنا بننزم غير ميكب عشان إحنا كبنات بنحب نتدلع لازم نحط رججو روج ممكن تكون في بنات كتير بيحطوا ميكب الصبح وده غلط أنا ضده وأعتقد أن في بنات كتير قوي كمان ضده ولكن طب أقول لك على حاجة أمثلها لك بطريقة تانية أنت كراجل لما بتشوف بنت حطها ميكب ولبسها كويس مش بتوعجب بيها أحسن من اللي الناس اللي عاملت زي الغفر أنا عن نفسي ما أحب من غير ميكب عشان تبان على حقيقتها لا هو مش تبان على حقيقتها في بنات كتير حلوة من غير ميكب ما نصدمش كل البنات طيب في حاجة تانية برضو مجنناني الطويلت ليه لما بتخش بنت الطويلت ألاقي الجنوب كله البنات دخل وراها ليه بتعملوا إيه الطويلت طبيعي جدا أنا لما أكون خارجة ومعايا أصحابي إنتوا بتبقى عادي معنا كتمين على نفسنا فإحنا بنخش الطويلت نرغي شوية نم شوية إحنا كبنات بنحب ننم أو ممكن نزبط ميكب مش عشان حاجة يعني إيه أكتر حاجة تخلي البنت تلتفت لها للراجل إيه الحاجة اللي بتشد البنت لراجل الرازين يقول تقيل الراجل لما يبقى تقيل وقاعد كده وثق في نفسه البنت بتتشدله الوحدة لو هو خفيف وقاعد معجب بيها وعمالي هرتل هتلاقيها بتتقل عليه كده لكن لو رازين وهو فعلا شخصية هتتشدله جدا حلو ليه لما بتحبوا تخرجوا جروب بنات بتبقوا مش عايزين يعني رجل ومراته لازم البنات بيبسطوا أكتر لم يبقوا بعض برضو ليه عشان خروجات البنات بس لذيذة جميلة ما فيهاش خنقة ما فيهاش انتي عملتي حزبي قلتي لده ما تهزريش مع ده لا اشربي ده ليه عملتي كده احنا بنات بنحب نهزر يعني طلعت الراجل في الآخر خنقة احنا بنحب نهزر ليه احنا بنخرج معاكم عادي احنا بنحب نهزر بنحب نضحك بنحب نقول نوكت مع بعضنا بعيدا عن الشوكة والسكينة حلوة قوي وما ليه لما بتتجاوزوا دايما فيه لحتة الخنقة دي انت مبتخرجنيش مبتاخدنيش معاك ايه طرح تقبل صحابك لوحدك ليه علشان انت لما بتيجي تتجاوز بترك المناطك على الجنب تماما وكأنها مش موجودة وبتتعامل كأنك مع صحابك بس بتنساها ممنوع خروج مع صحباتك ممنوع خروج معايا ممنوع 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 بتحط رولز كتير كده بتخنق فطبعا لازم تقولك انت خنقت خرجني حلوة بوز البطة نفسي اعرف سر بوز البطة ليه دايما لما بتحبوا تتصوروا بوز البطة وانا واحد من الناس ما بعرفش احب وما بعرفش وما بحبش اعمل بوز البطة اولا مش مكبر تعمله انت حر لكن احنا كبنات ده نوع من انواع الدلع احنا بنعمله كهزاري يعني عادي صورة لطيفة شكل حركة الهدايا قصة الهدية اكتر هدية البنت بتحبها من الراجل ايه بس لو سمحتي ما تبقاش غالية قاوي يعني خديك في الحنائي لا هو مش حكاية ايه اكتر هدية الستة بتحبها من الراجل الستة لما بتحب بجد لو الراجل على قد وعلى قد حاله لو جب لها وردة هتبقصوطة بها لو هي ما بتحبوش لو جب لها ختم ألماز هترفضه بس ده من تالي ما بيحصلش انتوا بتحبوا الهدايا الغالية بنحب الهدايا الغالية عشان احنا يعني مش كل البنات مش هعمم بس في بنات فعلا بتحب الهدايا الغالية لو ما بتحبكش لو بتحبك لا انت فعلا عندك حق ممكن تاخدوا ختم الألماز وترفضوا الراجل لا مفيش الكلام ده انت تقصوا اننا مديين مفيش الكلام انتوا مديين لا خالص انتوا قابوا المدية نفسها لا انتوا بس تتكلم على الراجل البخيل خلينا نروح في حتة تانية احسن نخش على حاجة تانية ايه اكتر حاجة بتشدك في الراجل شخصيته ولا شكله بس بصراحة هجاوب بصراح شخصيته طبعا انا هعمل ايه بشكله الحلو وهو يبقى انسان بخيل جدا يبقى انسان عصبي جدا يبقى انسان متسلط او اناني او لا طبعا شخصيته وما مش انا بس اعتقد ان كل الستات كده يعني انت بتقولي دلوقتي اللي بيلفتك في الراجل شخصيته يعني انت موافقة انك ترتبط بواحد يبقى بكرش مشكله وحش ومش مشكله شخصية وشخصيته حلوة وجميلة بس بكرش عادي؟ لا مش عادي وكل حاجة الاعتدال حلو يعني انا ما بقولش ان انا ممكن ااخد اولا الشكل ده بتاع عربنا ولكن لو يعني الشكله مش حلو قوي وبكرش كبير لا يروح الجام بعدين يجي يتكلم عادي حلو قوي يعني انت عايزة كل حاجة الستات عايزة كل حاجة عايزة الشخصية وعايزة الشكل ايه مشكلتكو؟ ان الراجل يصهر لوحده مع اصحابه في مكان لحد الساعة 3 او 4 الفجر ايه مشكلة؟ بتزعلوا ليه؟ انا لما جايج اقولك انا دلوقتي نفس السؤال ده ولفه واقولك ايه مشكلتك انت ان امراتك او خاطبتك تصهر لحد تاتة 4 الفجر بس انا مش هعمل كده لاني مفيش حد بيقبل كده اماكن سهر ليها طقوس معينة واي ستة هترفضها وايه مشكلتك انك تخدها هي معاك في السهرة يعني هو لازم تبقى معايا ماينفعش اخرج مع اصحابي؟ لو حللت ده لنفسك هتحلله لها ماينفعش؟ يبقى ماينفعش لك انت كمان يعني ايه اسيب الست تصل لوحدها؟ ويعني ايه اسيب جوز يصل لوحدها؟ عشان ده راجل وهي ستة الراجل الستة الراجل الستة الراجل عموما احنا هنشوف الراجل ولا الستة وانا بقول الراجل انا مستنيكم تردوا على الكومنتات اللي مع تيم احمد الدسوقي يرد علي والمع تيم نانسي المغربي يرد برضو وهنشوف الاخر الراجل ولا الستة ولو في اي سؤال انا مسألتهوش وانتو عايزين تسألوه؟ اكتبوه في كومنتات واوعيتكو هقول له هارد على كل الكومنتات دي سلام موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة